أنا بس كابتن عبد الحميد عايزت عليك بشكل واضح بقى فنيا تمام وإحنا إيه مشاكلنا الفنية في الملعب اللي مش خلالها نظهر بشكل كويس هل هي فنية اكتكاية من المدرب وطريقة اللاعب ولا هي فرديا اللاعبها مش في حالتها إحنا إيه المشكلة اللي إحنا محتاجين لنا عليها إن شاء الله لحد ما نوصل لحد النهائي المشكلة يا كابتن كريم إن إحنا بنبقى رد فعل وإحنا مش مطلوب مننا نكون رد الفعل إحنا المفروض إحنا اللي يبقى لنا الفعل فالمفروض مجرد ما بالحكم بيطلق صفيرة اللقاء نعمل ضغط عالي أيوة على المنافسين من أجل يعني إنت لما ضغطت عليهم ضغط عالي في غانا في الشرط التاني إنت لك الأفضلية في كل شيء حتى بقت غانا هي اللي لها الهجم المرتد هجم مرتد طبيعي في حالة إن إنت لما بتهاجم بمعظم خطوطك فبالتالي إنت بيبقى عندك مساحات فبيبقى عليك عجبات مرتدة إنما أنت صاحب الفعل إنما أنت بتستنى لغاية ما بتشوف الأمور رحى فين فبتفقد وقت كبير جدا عملنا الكلام ده بعد الهدف اللي دخل في مرمى موزنبيق ورجعنا وسبنا المباراة يمشي بهدوء لغاية ما بدأ يخش فينا الهدف الأول والتاني بدأنا نتحرك فإحنا ليه ما نتحركش منه فده طبعا أنا بالوم فيه على المدير الفني لأن المدير الفني لازم تدي تكلفات ما تبدأش بحظر أنت بدي بحظر على أساس أنت خاف من إيه أنت المفروض بتنزل بتضغط لأن أنت للأمانة أنت معك لعيبة لعيبة يتمنيها أي مدرب لعيبة تكتكية على تنفذ لك كل الأفكار عندهم السرعات وعندهم القوة وعندهم كل شيء فبالتالي أنت كمدرب لازم تخرج أفضل ما فيهم ولازم تديهم ثقافة أن أنت لازم تسعى للفوز من أول دقيقة ما تفقدش الوقت ده كله عشان أو أن أنا أستنى أن يخش فيها فعشان أبدأ أتحرك لأ أنا بقاتل على إزاي أوصل أحافظ على البطول أنا مش جاية تواجد أو أن أنا مثل تمثيل مشرف أو أنا قلت لك في بداية اللقاء هنا في المرة اللي فاتت الناس السنة دي مش متسنى مركز تاني الناس مش تنية تحصل على البطولة التامنة من خلال منتخب ليه؟ لأن عنده العناصر اللي تحقق ده احنا شفنا كل المنتخبات آه في منتخبات ظهرت بصورة قوية جدا في منتخبات صغيرة في الإسم بس قدمت مرضوط فني كبير إنما يبقى إسم منتخب مصر كبير بلعبته بكل المسؤولين اللي فيه فبالتالي لازم تكون أنت كمدير فني على قد الحدث صح فأنا بحمل مستر فيتوريا المسؤولين